بيان صحفي بشأن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023 في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعة والمعاهد لهذا العام 2023 يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعلن عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك أفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وتيسيرا على أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق الخامس عشر من يوليو الفان وثلاثة وعشرون حتى يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من يوليو الفان وثلاثة وعشرون وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي واحد كليات الفنون الجميلة فنون عمارة اثنان كليات الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ديميط بنها بني سوايف ثلاثة كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان أربعة كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان خمسة كلية التربية الفنية جامعة المينيا ستة كليات التربية الرياضية سبعة كليات التربية النوعية شعبة التربية الفنية والتربية الموسيقية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة 8- شعبة التربية الفنية بكليتي، التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس 9- كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس هذا وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي URL قطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن رقم الجلوس اسم الطالب الرقم القومي المحافظة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب المدرسة الشعبة التي درسها الطالب علمية هندسية أدبية وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة تلتزم الكليات أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتزوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية واحد رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها اثنان عدد واحد صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات عداء اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب عدد اثنان صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات ملحوظة هامة هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط وسيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد اجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية الاجنبية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام خمسة ثلاثة سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب مع تمنياتنا لأبنائنا الطلاب بالتوفيق والنجاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ألف دال محمد أيمن عدد